بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع الاعتدائي في حل امتحان محافظة سهاج إدارة أخميم التعليمية مادة العلوم الفصد دراسي الأول سال الأول بيقول ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد عند رقل الكرة يعني وانت بتشوت الكرة بقدمك فإنه ينتج طاقة حركية طبعا هذه العبارة صحيحة رقم اثنين في المروحة الكهربية تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية طبعا في المروحة الكهربية بتتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية يبقى إذن هذه العبارة خاطئة ثلاثة القوة هي قوة السحب أو الدفع المؤثرة على جسم ما صح إشارات المرور تعد من الشفارات صح با من الأعضاء التي يمكن أن نستضمها لإرسال أو استقبال شفارات هي نقطة طبعا أنا ممكن أقول له إيه؟ العين ننتقل إلى السؤال الرقم اثنين السؤال الاثنين بيقول إيه؟ بيقول أتمل مما بين القوسين واحد من الأجسام المعتمة الكرتون ولا الزجاج طبعا الأجسام المعتمة اللي هو إيه؟ الكرتون تستخدم أو تستخدم الخفافيش نقط كوسيلة للتواصل طبعا الخفافيش بتستخدم إيه؟ الصوت رقم ثلاثة تعمل نقطة على مزج الطعام وتحنه داخل الفم الأسنان فقط ولا الأسنان واللسان ولا معن طبعا إيه؟ معن اللي هو إيه؟ الأسنان واللسان واللسان والأسنان يعني رقم أربعة طريقة للتواصل بين الحيوانات تسمى الكتابة للأصوات طبعا الأصوات عند وقوة حادثة تنتفخ نقط لتقليل سرعة تحرك السيئة للأمام إيه اللي بتنتفخ؟ طبعا الوسادة إيه؟ الهوائية السؤال رقم ثلاثة صل من العمود بما يناسب العمود ألف المخ أقوله المخ ده مركز التحكم الرئيسي في الجسم طيب اللي بعدية رقم اثنين طاقة الحركة أقوله إيه؟ أقوله هي الطاقة المكتسبة أثناء حركة إيه؟ حركة الجسم رقم ثلاثة الجاذبية دي طبعا القوة التي تسحب الأشياء إلى إيه؟ إلى أسفل آخر حاجة لإحتكاك اللي هو إيه؟ قوة تنشأ بين إيه؟ بين سطحي جسمين متلامسين نسوء الرقم بقى تمتلك بعض الحيوانات أشواكا اللي تدافع عن نفسها ضد العداء حدد نوع هذا التكيف نوع التكيف ده إيه؟ طبعا ده يعتبر تكيف إيه؟ تركيبي بكده ننتهي من حل امتحان محافظة سوهاك نقدرة أخميم التعليمية بدعوكم لعمل سابسكرايب أو اشتركوا على القناة مع تفعيل زر الجرس تكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته